يسعد لوقاتكم أصدقائي من وينا متابعوني بأي وقتا متابعوني أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد فيديو اليوم تضغطين من البازنجان طريقة سهلة واقتصادية إذا أول مرة تشوفوا قناتي أنا أمرانا أقدم أصفات سهلة واقتصادية وبسيطة ويلابين على المقادير والطريقة التحضير أول طريقة يلزبنا أربع حبات من البازنجان حجم كبير الكمية حسب الرغبة بس أهم شيء البازنجان يكون حجم كبير أو حجم الوسط ما يكون صغير ما بيلزبنا صغير والكمية مثل ما خبرتكم حسب الرغبة فيك تستعمل حبتين أو حبة وحدة هلا نبلش قشق كل البازنجان بالقشارة بالسكين كمان مثل ما بتحبو بس أهم شيء ما نشير الراس الأخضر مثل ما هو واضح بالفيديو نقطع بازنجان على شكل الشرائح حجم الوسط ما يكون كتير رفعة أو سميكة بدنا نشكل على شكل شرائح ومتل ما هو واضح بالفيديو أنه ما نقطعه حتى الأخير نوصل مكان الأخضر ونوقف بعد ما شكلت على شكل الشرائح نقطعه من جهة ثانية هيك رح نحصل على بازنجان أصابع بس تبطي كله مع بعض يعني كمان بس أوصل على مكان الأخضر عم وقف السكين وبظن أنه واضح كتير بالفيديو هيك رح نكمل كل الكمية حتى نخلصها أو أربع حبات من بازنجان كمية المي حسب كمية البازنجان أنا استعملت أربع حبات بيجزمني ثلاث لتر من المي وملعقتين من الملح رح نضيف الملح على المي ونحركه شوي أو حتى يدوب معنا الملح هلأ رح نضع بازنجان أو نحط البازنجان بالمي والملح ونتركه تقريبا ربع ساعة طبعا رح هلأ رحط عليها الصحن مشان البازنجان يصير تحت المي ما يطفو أو ما يصير فوق المي بدنا البازنجان يصير تحت المي بعد ما حطيت عليها الصحن أو تحطوا عليها التقل نتركه ربع ساعة لعشرين دقيقة وبعد ربع ساعة هلأ نعصر البازنجان حتى نخلص من المي الزائدة طريقة سهلة وبسيطة ما بدا شي وكتير طيبة إذا ما بتحبوا بازنجان أنا واثق بهاي طريقة رح تعشقوا البازنجان لأنه وجد طعمتها كتير طيبة بعد ما خلصنا من المي الزائدة هلأ رح نحاول نخلص من كل المي اللي جواد بازنجان بالمحارم المطبخ أو القماش اللي بتستعملواها للمطبخ أهم شي القماش يكون نضيف ونحاول نعصره أو نخلص من المي إذا وسقطوا معي لهون بتمنى لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل إشعارة بعد ما خلصنا من المي الزائدة مثل ما أنتوا شايفين شكلها كيف صاير ما شاء الله عليها من هلأ بتشحي رح هلأ نروح على خطوة تانية الخطوة تانية بنزمنا ثلاث حبات من البيت وملعقة من النشا طبعا الكمية اللي بستعملها مثل ما خبرتكم أربع بازنجانة وإذا كمية أقل أكيد رح تحتاجوا أقل من البيت ملعقة من النشا ورشة بسيطة من الملح ورح أخلطها كتير منيح ويدزمنا كما نكوب من الطحين وكوب من البقسمات أول شي رح نغمر أو نغمس البازنجان بالطحين مثل ما هو واضح بفيديو ورح نحاول الطحين يغمر كل البازنجان اللي تجهزناها ورح حركها بشكل بسيط حتى نخلص من الطحين الزائد اللي يصار على بازنجان وهيك رح نكمل كل الطحين كل الكمية عفوا أول شي نغمرها بطحين ونحطها بالصحل وبعدين نبلش بالخطوة الثانية بعد ما غمرناها كلهم بطحين هلا رح نغمزها بالبيت اللي جهزناهم كما رح نحاول نغمزهم كتير منيح حتى البيت أو البازنجان يصير كل البيت وبعدها فهو رح نغمزهم بالبقسمات طبعا بي لزمني كوب نطحين مثل ما خبرتكم وكوب من البقسمان وفيكم ضيفوا البهارات اللي تحبوها على البقسمات وهيك رح نكمل كل الكمية أو أربع حبات بازنجان اللي جهزناها مع بعض طريقة سهلة وبسيطة وأكيد مثل ما عودكم دائم أقدم لكم وصفات سهلة ورح أكتب أو رح أكتب المقادين بالصندوق الوصف وأكيد رح تبين معكم وصفات سهلة على الشاشة بآخر الفيديو بعد ما جهزت كل الكمية رح نبلش نقليها يلزمنا الزيت يكون حامل وأهم شيء النار يكون وصف ورح نقلي البازنجان بعد ما تتحمر من الجهة رح نقلبها على الجهة الثانية حتى كمان تتحمر واللون حسب بدكم أغمى كمان بصير هاي شغلي بيرجع للكم بس أهم شيء نقليها على الجهة الثانية حتى نحصل على بازنجان مقلي صراحة ريحتها بتجنن وطعمتها كتير طيبة وهي جهزنا كل الكمية ما شاء الله شكلها بتشحي وطعمتها كتير طيبة طبعا مثل ما خبرتكم إذا وصلتوا معي لهون لا تنسوني من لايب اشتراك وتفعيل الجرس ويلا بينا على طريقة الثانية كمان صهلة وبسيطة وهالمرة شكلناها على شكل أصعبة كمان البازنجان أو الكمية حسب الرغبة وفيك تستعملي أي نوع بازنجان متوفر عندك حجم وسط صغير الكبير اللي متوفر عندك فيكي تستعملي ويلا بينا على المقادير وطريقة التحضير استعملت هالمرة ثلاث حبات من بازنجان استعملت كمان حجم كبير ومتلا ما خبرتكم الحجم اللي متوفر عندك والكمية حسب الرغبة فيكي تستعملي كمية أقل أو أكتر وكمان الحجم بيرجع لألي كمان نقشر البازنجان بالسكين القشارة وهلا رح نشكلها على شكل أصعبة بما أنه البازنجان عندي حجم كبير رح أخطعها بالنصة ورح أشكلها أصعبة حجم وسط ما بدنا يكون رفيعة ولا كتير سميكة مثل ما هو واضح بالفيديو ورح نكمل كل الكمية بالنفس الطريقة ومتل ما خبرتكم الطريقتين كتير طيبين وسهلين طبعا الطعمة تقريبا قريبين على البعض بس شكل تختلف جربوا أكيد رح يعجبكم وكتبوا بالتعليقات شو رأيكم بهاي الطبخات الطيبة وإذا وصلتوا لهون كمان مرة تالية لا تنسوني من لايب واشتراك حتى يوصلكم كل إشعارات بعد ما خلصت كل الكمية رح نضيف قليل من الملح أو رشة بسيطة من الملح ورح نحرركها كتير منية حتى كل البازنجان يسير الملح ورح نتركها هلأ ربع ساعة لعشرين دقيقة بعدها هلأ بالمحارم المطبخ رح نحاول ننشف البازنجان حتى نخلص من المي البازنجان مثل ما أنتم شفتوه أنا غسلت بازنجان قابل ما أخشرة مشان هيك هلأ بعد ما قشرته وعملت أصابة ما قشرته أو ما غسرته انتبهوا قابل تقشير أنا غسلتها ونسيت هاي الشغلة بيلزمنا كمان كوب من البقسمات وكوب من الطحي وثلاث حبات من البيض ونضيف شوية ملح وفلف الأسود وفلف الأحمر ورشة بسيطة من الزعتر البري الشغلة اللي مختلفة عن الثانية البهارات اللي استعملتها بالبيض بأول خلطة ما استعملت البهارات بهاي خلطة استعملت البهارات ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر ورشة بسيطة من الزعتر البري وما استعملت نشا بهاي الوصفة هلأ رح نغمر الأصابة عبازنجان أول شيء بالطحين وبعدين بالبير وبعدين بالبقسمات وهيك رح نكمل كل الكمية بالنفس الطريقة أول شيء بالطحين وبعدين بالبيض وبعدين بالبقسمات الطريقة كتير بسيطة وسهلة بصراحة طعمتها كتير طيبة يعني فيك تساوية إمتى ما بدك ومثل ما خبرتكم إذا ما بتحبوا بازنجان بهاي طريقتين رح تعشقوا بازنجان لأنه طريقتهم كتير طيبة ما بيشربوا زيت كمان كتير رح نكمل كمية مثل ما خبرتكم بالنفس الطريقة حتى نخلص كل الكمية أول شيء بالطحين والبيض وبعدها بالبقسمات إذا مو متوفر عندكم بقسمات فيكم تحطوا الخبس أو الصمون أي بيكون أحسن بالفرن حتى تغمر شوي معكم تتحمر وبعدين بالمكسر أو بالخارات تتحنوا كتير منيح وضيفوا عليها شوي بهارات و هيك بصيروا عندكم بقسمات جاهزة بس إذا عندكم متوفر عندكم جاهز بيكون أحسن أهم شيء يكون عندكم الصمون أو الطوست بدل البقسمات و هيك جهزنا كل الكمية وهلا رح نبلش نقلها بيلزمنا طبعا الزيت يكون حامي والنار يكون وسط أهم شيء النار يكون وسط ما يكون كتير عالي شان يعطيكم نكهة طيبة يعني إذا النار عالي أكيد من برا رح تستوي عندنا البازنجان و من جوه رح يضل هنا مشان هيك انتبهوا على هاي ملاحظة دائما استعملوا و دائما حطوا النار يكون وسط والزيت يكون شوي حامي بعد ما تحمر من الجهة رح نحاول نحركها حتى تتحمر من الجهتين وهيك رح يكون عنا بازنجان جاهس للتقديم مثل ما خبرتكم سهلة وبسيطة والطبخة بسيطة و طيبة كتير نقلية من الجهتين مثل ما هو واضح بالفيديو و إذا وصلتوا لهون اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهاي الطبختين طيبين رح تكتبوه بالتعليقات أكيد أو رح تقولوا الطريقتين نفس البعض لا مو نفس البعض الأول طريقة حطينا نشاء والتاني طريقة استعمل الزعتر بري اللي بيعطي نكهة كتير طيبة للبازنجان هايك صار عندي أو هايك طبختنا صارت جاهزة للتقديم والصوص اللي بتحبوها رح تقدموه جنبه أو الصلطة أو معلبة اللي بتحبوه وبالعافية عليكم وهيك وصلنا لنهاية الفيديو أشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر